موسيقى بالنسبة للمعمل بتاع الانترودكشن تو ذا السكيلتال سيستم او المسلس في الاول لازم تعرفوا انه ويهاب ثري تايبس ومسل اللي هما السموث مسلس كوردياك مسلس اند سكيلتال مسلس لا باليوم حيكون مركز على السكيلتال مسلس بس في الاول تعرفوا اي مصل لازم يكون عندها سكيلت المسلس عندها وعندها انسرشنس وعندها بيلي بارت اللي هو الجزء اللي في النصق بيلي بارت البداية بتاعها تسمى اوريجنس والنهاية بتاعها تسمى انسرشنس الوريجنس في الغالب يكون فكسد بوينت والانسرشنس هو اللي في الغالب يكون الموفابل بارت وهو الانسرشنس يأمن يكون تندن انجينيرال تندن يكون ميرام يكون مببوتة الض Paw прикريبان أو تندن عبارة عنUCan vole بالنسبة للتيجةhomme ماسل التسمية الناميات المسئلة والقاسية تسميها المسئلة المسئلة إaccording to the location according to the shape according to the original insertions according to the number of heads according to the length or the depth فحناخذوا اكزامبل على كل واحدة نمبر ون خذينا عليهم اكزامبل اللي هي المسئل اللي قادة في منطقة الابدوميون هذي سميناها ريكتاس ابدومنس ريكتاس ابدومنس معناها قادة في الأبدومين برضو خذينا كلمة بيكتوراليس مصل بيكتوراليس معناها في منطقة الشيست this is is beكتوراليس major muscle برضو خذينا اكزامبل ثانيس بريكياي مصل بايسبس بريكياي اور بريكياي مصل هذو ما قاعدت معناها بريكياي معناها هذا نمبر ون نمبر تو اكوردن تو سايز خذينا في مصل مرات يكون فيه منها حجم كبير ومصل تانية حجم صغير فور اكزامبل هذي تسمى بيكتوراليس ميجرس تحت منها اور ديب تو ات there is another muscle which is called بيكتوراليس ماينور معناها ماينور الحجم بتاعها اصغر اكوردن تو شيب عندنا المصل هذي which is called ديلتويد الاسم بتاعها ديلتويد لان الشكل بتاعها ديلتا شيب فالديلتا تريانجل الاتين وورد مينيق تريانجل وهذا الشيب بتاعها ديلتا فسموها ديلتويد اكوردن تو ذا اوريجن اند انسيرشن يعني سموا المصل بالبداية والنهاية بتاعها فور اكزامبل this muscle is called ستيرنو كليدو مستويد اور ستيرنو مستويد معناها الاوريجنس بتاعها طالع من الستيرنوم والانسيرشن بتاعها في حاجة اسماها المستويد بروسس according to the number of hits some of muscles are raised by two hits or more فعندنا مصل طالع من قدام which is called biceps بريكي اي ومقابلها من جوة من البستيريور سيرفس مصل ثانية تسمى triceps triceps معناها طالعة by three hits according to the action بتاعهم مرات يسموا المصل according to their actions four examples عندنا مجموعة في الانتيريور الجروب هنا يسموا فيهن flexor carby radialis و flexor carby alnars flexor معناها الميم functions بتاعها flexors ومرات تلقوا مصل ثانية الاسم بتاعها extensor معناها الميم functions بتاعها هيكون extensions according to the length المصل لما تكون طويلة اسماها longest لما تكون قصيرة يقد اسماها previous عندنا two muscles في اللاترال سايد of the leg which is called وتحت منها ديبل ها مصل أكثر منها فتسمى بيرونيس ممكن نسمو المصل according to the depth فإذا كانت ديبل نسموها بروفاندا وإذا كانت برا نسمو فيها سوبر فيشيالس فهنا نخذينا flexor carby flexor بروفاندا و flexor سوبر فيشيالس flexor digitorum بروفاندا و flexor digitorum سوبر فيشيالس برضو according to the depth مش بين عناف المودل في منطقة الهب بون في حولين obturator internus فعندنا two muscles وحدة سماها اسماها obturator internus والمصل الثاني اسماها obturator externus internus معناها داخلية و externus معناها خارجية هذا هو هذا هو classifications of bone سمينا naming of the sorry classifications of muscle سميناها according to the size pectoralis major and minor according to the locations قلنا biceps and triceps according to the action قلنا for example functions بتاع تكون flexor digitorum or extensor digitorum هذا الانجام وبرضو according to the length فاخذينا berenius longest و berenius previous و according to the depth قلت لكم في الارم في مجموعة اللي سميناها flexor digitorum profunda flexor digitorum superficialis هذه جزئية الاولى من اللاب في الجزئية الثانية من اللاب غطينا names of the muscle fibers arrangement of the muscle fibers فاحنا قلنا الفيبرس ممكن يكونوا arranged in circular way بطريقة دائرية والإكزامبل على الطريقة الدائرية اللي هي orbicularis oculi muscle اللي هي حوالين mouth cavity or sorry حوالين العين اسمها orbicularis oculi و حوالين mouth cavity تسمى orbicularis oris oris من كلمة oral معناها oral cavity هذا المال examples لل circular fibers فيه example ثانية لل fibers لما تكون barraril barraril يعني مشيات متوازيات مع بعض والإكزامبل عليه هو واضح عندنا هنا المصل اسماها sertorius الإكزامبل الثالث لما يكون shape of the muscle fibers fusiform يعني البداية مجموعة والنهاية مجموعة وفي النص في belly fibers الإكزامبل عليها for example elbiceps النوع الآخر اللي هو ممكن نبدو نحكو عليه convergent or triangular fibers يعني الفايبرس كلهم جيات one side is يعني extended والexpanded والother side is convergent والله الفايبرس كلهم مجموعة في تركين واحدة والإكزامبل عليها هنا البكتوراليس major نسموها triangular or convergent fibers آخر طيب عندنا اللي هو oblique fibers oblique fibers معناها التندون جاي on one side والمسل fibers جايات ميلات ميلات فسمينيها oblique fiber maybe it will be unibinate or bipinate or multi binate الاكزامبل للunibinate muscle جاعدة في anterior group which is called extensor digitorum this muscle which is called extensor digitorum هذا تحتبر unibinate يعني fibers ميلات في one side الاكزامبل الثاني اللي هو بين علينا هنا اللي هو bipinate fibers جايات في both sides oblique bi لأنه في الجهتين فالأكزامبل عليها اللي هي rectus femoris last type اللي هو multi binate يعني مجموعة من bipinate group of bipinate مشيت مع بعض والأكزامبل اللي عليها اللي هي deltoid muscle deltoid is an example of multi binate muscle موسيقى